اشتركوا في القناة 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 التي تعيش فيها ايضا من الرؤى المهمة جدا انك تحاول انك تقضي حكتك انك تتبرز ولكنك في المنام لا تستطيع كأن عندك امساك مثلا هذه الرؤية تدل ان عندك محاولات لتغيير حياتك ولكنك لا تستطيع المعنى واضح رؤية التبرز في السياب بالنسبة للبنت العزباء تحديدا تدل على ان هناك شخص يريد الزواج منها ولكنها للأسف الشديد سوف تخدع في هذا الشخص وهو شخص غير لائق اما بالنسبة للبنت العزباء مجرد رؤية البراز وهي مريضة شفاء اما اللي رؤية المريض دل مين منت بتقولي العزباء مريضة لغير البنت العزباء اي شخص مريض غير البنت العزباء بنت العزباء تحديدا هي اللي تعتبر معنى جيد اما الباقي معنى سيء زي هي ايه زي رؤية سقوط في الحفرة للرجل المتزوج للمرأة المتزوجة للارملة للحامل للمطلقة مزمومة البنت العزباء السقوط في الحفرة الزواج يعني عشان برضو ميقولش محدش يقول انت كلمك بيضرب بعضه في نفس اللحظة لا لما اقول معنى جيد في رؤية ذكرتها سيئة واخص تحديدا شخص بعينه اذا هذا الشخص هو الوحيد اللي رؤيته محمودة الباقيين رؤيتهم مزمومة مع ان الرؤية واحدة طبعا التوضيح ده مهم لاني بلاقي ناس بتكتب تعليقات بحس انها مش فهمة فحاجة من اتنين يما انا انفعل وابدأ ارد عليهم وانا ما بحبش كده يما احذف تعليق واحذره وراح دماغي وانا مش كلش واحضر اشرح عشان اشرح نقطة خدتلي ديئتين من الممكن اقول فيهم فيديو فالحاجات دي المفترض تكون مفهومة الوحدة طيب رؤية البراز في مكان به خضرة وزرعة هذه الرؤية تدل على انك سوف تسمع اخبار سعيدة رؤية التبرز في المرحاض في المكان المخصص لي بالنسبة لبنت العزباء تدل على انتهاء وانقضاء للمشاكل وزوال الهموم والاحزان رؤية البراز في مكان العمل تدل على الترقي في المناصب ركزوا ان احنا بدأنا ندخل في بعض الرؤى الجيدة اني اتبرز في مكان عملي هذه الرؤية تدل على الترقي في العمل ان شاء الله تبارك وتعالى الرجل المتزوج مجرد رؤية البراز هذه الرؤية بنسبة كبيرا تدل على الرزق وتدل على تقوين علاقات جيدة له ان شاء الله تبارك وتعالى رؤية قضاء الحاجة احيانا تدل هذه الرؤية لو انك شخص مستهتر تدل على ضياع مال او خسارة شيء معين ده بالنسبة وده اللي احنا دايما نقوله ان المفسر لازم يقف على حياة الرأي الرؤية بتتحول يا جماعة لازم حياة الرأي اقف عليها انت حياتك شكلاه ايه ده شخص متزن شخص مستهتر الرؤية واحدة لكن ده له معنى وده له معنى زي الشخص اللي راح لابن سرين وقال له انا شفت ان انا بأزن قال له ماشي وشخص تاني قال له انا شفت ان انا بأزن قال له ماشي وعلى فكرة الا ايه ما دول ما كانوش بيجاوبوا قال لما يسألوا على الناس دي شوفوا الناس دي كانت شغالة ازاي فسأل ابن سرينة على الراجل الاول قال له لا ده راجل محترم وبيقضي الفرائد واوا وسأل على التاني قال له ده حرامي فلما رجع له تاني ما جاوبوش في نفس الجلسة لما رجع له تاني قال له انت هتحج انت ايدك هتتقطع علشان كده صحابه لما سألوه بعد كده قال له انت ليه قلت ان ده هيحج وقلت ان ده هتقطع ايده قال له من القرآن الاول اللي قلت له انه هيحج ان ربا سبحانه وتعالى يقول واذن في الناس بالحج يأتوك رجالة الاية بدايتها اذان واخرها حج واللي ايده هتتقطع برضو من القرآن في قصة سيدنا يوسف ثم اذن مؤذن اياتها العير انكم لسارقون بفي اطع ايد عشان السارقة وابداية الاية برضو اذان لازم تأف على حالة الرأي ده مهم جدا فاحنا بنقول ان رؤية قضاء الحاجة احيانا تكون محمودة واحيانا تكون مزمومة على حسب حالة الرأي طيب رؤية الرجل انه يقضي الرجل متزوج يقضي حاجته في مكانها المخصص لها وهو المرحاض هذه الرؤية على حسب حالة الرأي لها معنى جيد ولها معنى غير جيد كنت شخصا مستهترا فانت تضع المال في غير موضعه اذا كنت شخصا متزنا هذه الرؤية تدل على حصول المال وانفق المال في محله ان شاء الله تباركتا تظلونا في اللقاءة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته